مرحبا بكم على مجلة رجيم التي نقدم لكم من خلالها الجديد في عالم الرشاقة والصحة والجمال لطالة معرفة الزنجبيل بفائدي الكثير والمعروفة منذ الأزل في تقوية المناعة وتسكين الألم ومعالجة الغثيان والوقاية من أمراض الجهاز التنفسي ومحاربة السرطانات ولكن ما الدور الذي يلعبه الزنجبيل في عملية نزول الوزن وكيف يتم استخدام الزنجبيل للتنحيف إليكم الوصفة التالية والتي يمكن استغلال الزنجبيل للتنحيف من خلالها قم بإضافة ملعقتين من القرفة المطحونة لكوب من الماء وقم بغليه أضف ملعقة من الزنجبيل المطحون إلى الخليط ودعه يغلي وحركه بعد سكب الخليط في كأس قم بتحليته بالقليل من العسل ويفضل ملعقة صغيرة ثم أضف شرائح الليمون للخليط وبهذا تحصل على خليط مفيد والصحي وغني بمضادات الأكسدة مفيد لعملية التنحيف ولكن علينا أن لا ننسى وجود بعض الآثار الجانبية للزنجبيل فمع أن الزنجبيل يساعد على تخفيف الغثيان إلا أن تناول كثير منه أيضا له تأثير معاكس فهو قد يسبب الغثيان لذلك ينبغي استخدام الزنجبيل لتنحيف أو لغراض أخرى بنسب صحيحة وأن لا تزيد عن حدها جنبا إلى جنب مع اتباع نمط الحياة الصحي وممارسة الرياضة والاتباع الحمية المناسب لكم فضلا إذا عجبك الفيديو تعملي لايك وسبسكرايب لقناة مجلة رجيم ولا تنسي تعملي شعر وشارك الفيديو مع صديقاتك على تويتر والفيسبوك وغوغل بلس ولا تنسي مشاهدة الفيديوهات السابقة انتظرونا في الفيديو القادم إن شاء الله مع السرامة